السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن عادل من قناة انزابوكس. والنهاردة هنتكلم عن حاجة انطلبت كتير جدا في الكومنتات. وهو ازاي اقدر اسجل شاشة على الموبايل بتاعي واظبط الاعدادات من الهاتف نفسه. مش من برنامج منازلينه. فخلينا نعرف دلوقتي ازاي انها نزبط الاعدادات على تسجيل الشاشة على الموبايل. ومن الموبايل على طول. بنيجي هنا على الاعدادات بالشكل ده. وبعد كده بنخش على الميزات المتقدمة. هتلاقي موجود هنا عندك فيه الميزات المتقدمة لقطات الشاشة ومسجل الشاشة كده. لما بنفتح لقطات الشاشة ومسجل الشاشة بنلاقي الخيارات اللي احنا شايفينها دي. اظهار شريط الادوات بعد الالتقاد طبعا ده بنفعله. اخفاء الحالة والشريط التنقل اللي هو الشريط الحالة ده. اللي هو الاشعارات يعني. وما يكونش موجود هنا الشريط اللي هو اللي موجود في الاشعارات والساعة والبطارية طبعا ده كله بنخفيه. وشريط التنقل اللي هو تحت. كل ده بيكون مخفي وانت بتسجل الشاشة عشان تستحوز على الشاشة كاملة. التنسيق هنا بنخليه او على حسب ما انت عاوز. بس الافضل تخليه هنا بقى نيجي الاهم حاجة وهو الصوت اللي طالع من تسجيل الشاشة. بنختار هنا اصوات الوسائط والمايكروفون اللي تنين مع بعض. لو مش عايز تطلع صوت خلص من تسجيل الشاشة عايزه ان هو شكل بس فيديو. من غير صوت بتعمل عدم اصدار الصوت بالشكل ده. لو عايز تخليه اصوات الوسائط بس بنوقع على اصوات الوسائط. لكن الافضل تخليه اصوات الوسائط والمايكروفون. هنا نيجي على جودة الفيديو. اكتر حاجة موجودة هنا الف وتمانين. فبنخليها على الف وتمانين. هنا حجم الفيديو الزاتي اللي عايز تخليه كبير او صغير. بالشكل ده. انت بتتحكم فيه بدون اي مشاكل. بنساها من اليمين او للشمال. ده ما احنا شايفين. كده او كده. ده عرض النقارات واللمسات. بيكون غير مفعل فعله عشان لما تيجي تتحرك على الشاشة مسلا بتشرح حاجة يكون الشخص شايف الحاجة اللي انت بتشرحها على الشاشة على طول. وبعد كده بنرجع بالشكل ده وبنيجي هنا على شريط الاشعارات بنسحب كده. وبنيجي على مسجل الشاشة. وبنضغط كده هتلاقي ان هو جاب لك على طول تبدأ التسجيل. وبكون متاح عندك عرض النقارات واللمسات من الخيار اللي هو المصغر ده. لو عايز تفعله او تنغيب بتعمل بدء التسجيل بالشكل ده على طول. تلاقي انه موجود عدة تنازل وممكن تعمل تخطي. بيزهر قدامك هنا الخيارات دي. لو ضغطنا كده على الصورة الشخص دوت. هتلاقي ان هو اظهر لك هنا صور عشان لو عايز تصور نفسك. وتكون باين في صورة تسجيل الشاشة. لو عايز تنغيب تباط عليها كمان مرة. لو عايز تكتب حاجة على تسجيل الشاشة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ممكن تغير اللون كمان. ازرق اي لون انت عاوزه على الشاشة. لو عايز ترجع من خلال الحاجات اللي انت عملتها دي بتضغط هنا على السهم ده. بيرجع كل حاجة لوضعها الطبيعي. لو عايز توقف هنا. لو عايز تكمل بالشكل دوت. لو عايز تحفظ التسجيل بتيجي على علامة المربع. وبس ده كان كل حاجة النهاردة معنا في الفيديو. ازاي تزبط اعدادات تسجيل الشاشة من على هواتف سامسونج. ما تنساش بتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.